بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سادة فيه مفهوم كده الناس بتتلغبط فيه وإحنا محتاجين نتكلم عنه بشكل واضح مفهوم بيعمل ربكة للمربين ومفهوم عامل ربكة للناس اللي بيعيشوا حياتهم ربكة في العلاقات وهو مفهوم الاحتياج كتير من الناس بتفهم أن الاحتياج عند البناء آدم معناه النقص وأقصد بده عشان الناس تبقى واضح لها المفهوم اللي بيستخدموه تحت عنوان النيد يعني الاحتياج استخدام الاحتياج بمفهوم أنه هو نقص بيعمل فتن كتير للناس وبيعمل تهديدات كتير للناس واحدة يقول لي هو الاحتياج مش نقص لا لا أنت عشان تفهم أن الاحتياج نقص لازم تسمع قوله وتعالى ولقد كرمنا بني آدم خليني أقول لك حاجة مهمة جدا جدا الإنسان ما كانش هيتخلق مخلوق تاني وبعدين بقى بنا آدم الإنسان اتخلق بنا آدم وهو كامل الخلق في كونه آدميا فهو كامل الخلق باعتباره بنا آدم ولذلك الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم فما ينفعش بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم تقول أن الاحتياج نقص يعني إيه الاحتياج نقص إزاي الاحتياج هيبقى نقص وإحنا بنسمع قوله وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وكرمنا فيها معنيين كرمنا جاية من التكريم والكرامة وكرمنا جاية من الكرم فالإنسان مخلوق بكرم الله غمس الإنسان في الكرم يعني إيه غمس الإنسان في الكرم يعني الإنسان ببساطة ما ينفعش أن نتصور أن الله لما خلق الإنسان وكتب له الرزق بغير أن يدفع ثمنا أن الله سبحانه وتعالى هيأتي في خلقتي وينقص شوية لأن الله خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار فربنا في خلق الإنسان حشاه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة لم يبخل على خلق الإنسان فأعطاه أمال يعني إيه؟ الحاجات اللي بنجدها في نفسنا كده ونحس بفراغ ونحس إن إحنا محتاجين إن إحنا نملى الفراغ ده سواء بقى احتياج عاطفي أو احتياج لأكل وشرب أو احتياج لأنس أو احتياج لقيم أو احتياج لأشياء كثيرة في حياتنا لغاية ما يجي مظلو يعمل عهرة من الاحتياجات بتاعه ويتكلم عن الاحتياجات الفيسيولوجية والاحتياج إلى الأمان والاستقرار والاحتياج كمان السيسيولوجي الاحتياج المجتمعي والاجتماعي ثم الاحتياج إلى تقدير ثم الاحتياج إلى تحقيق الزات احتياجات الاحتياجات يسي دي صفات في البناء آدم مش نقص عشان كل ما بنتعامل مع الاحتياج على إنه نقص بيحصل إيه؟ بيحصل إن حد يطلع لنا ويبتز هذا الاحتياج يبتزين بهذا الاحتياج طب يعني إيه؟ الاحتياج جاي عشان يحفزنا للعمل الاحتياج جاي حفزنا للعلاقات الاحتياج جاي حفزنا عشان نخرج أحسن ما فينا بس أكيد الاحتياج مش جاي عشان إحنا اتخلقنا ببخل إحنا اتخلقنا بكرم أمال يعني إيه؟ إن الإنسان عايز يترقى مين قال إن الترقى دايما لازم يجي من النقص يعني إيه؟ يعني إحنا سي الملائكة؟ مش صحيح إحنا في الخلق الإنساني في الخلق الإنساني مخلوق على أحسن صورة طب والاحتياج اللي فينا إن أنا محتاج غيري إن أنا محتاج من أول ما بتولد محتاج إلى الرضاع من أمي محتاج إلى سدر وإحتاج إلى تربية أمي دي صفة فيي والصفة دي مش هتتشال مني ليه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فاحتياجاتنا مش هتنتهي وإحنا مش هنبقى في لحظة من اللحظات مش محتاجين هنفضل طول حياتنا محتاجين حتى لما ندخل الجنة هنبقى أشد احتياجا إلى فضل الله فاحنا طول الوقت عندنا احتياج يبقى طول الوقت الاحتياج بيخلينا نترقى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يعني إيه؟ يعني إحنا طول الوقت عندنا احتياج لأن إحنا طول الوقت نريد الله متعلقين بالله نسعى إلى أن نكون دائما نعيش بالإحسان طب إيه علاقة ده بالاحتياج؟ إن طول ما أنا عندي احتياج طول ما الاحتياج بيخدني للعمل وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون يبقى الاحتياج يا سادة بهدوء كده وأنا أردت إن النهاردة نتكلم وانتهز الفرصة دي إن إحنا نتكلم عن مفهوم الاحتياج عارفين ليه؟ لأن أنا دلوقتي عندي مشكلة طول ما أنا قاعد بنظر وأنا باعتباري مشتغل بالمأسألة الاجتماعية شايف إن الاحتياج والكلام عن الاحتياج باعتباره نقص بيعمل إيه في حياتنا؟ بيهدد حياتنا طول الوقت إن إحنا نعيش في الجوع ما نعيش أبداً في الترقي ما نعيش في التنمية ما نعيش في استعظام نعمة الله لأن كل ما عاجي أبص النعمة ربنا ألاقيني محتاج فإيه اللي يحصل؟ فيؤدي ذلك إلى استصغار نعمة ربنا فكروا ما أظنش إن أنا أنا عارف إن أنا زي ما بيقولوا كده في الدراسات الاجتماعية اللي أنا بقولوا ده وحتى في الدراسات الدينية اللي أنا بقولوا ده بيسموه كده شفت بردين يعني تغير في وجهة النظر تغير في الرؤية ولزيك أردت إن أنا أتكلم عن المفهوم ده الوحده كده عشان نفكر فيه واتمنى إن إحنا نتناقش فيه ونبصد فيه كويس لما حد هيجي يستدل بأي استدلال إن إحنا وخلق الإنسان وضعيف أوه صح؟ إحنا ضعفاء والضعف مش فينا نقص الضعف صفة فينا الضعف معناه أننا نحتاج إلى الله إيه ده؟ يعني إحنا ما عندناش نقص لا يا سيدي نحن لم يكن يتصور فينا الكمال لم يكن يتصور فينا عدم الاحتياج إحنا عبيد والعبيد لا يحتاجون إلى هذه المثالية نحن فينا هذا الاحتياج لنظل نطلب سيدنا نطلب مولانا ونحتاج إلى مولانا فنحن الفقراء إلى مولانا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله طب ده يفيدنا بإيه؟ ما حدش يبتزيني عشان أنا عندي احتياج ما حدش يضحك على بنت ولا حد يضحك على راجل وفما نقعش في الخيانة ما نقعش في كل الأفعال غير الرشيدة اللي احنا ممكن نقع فيها فكروا ومنتظر إزاي نتناقش في ده ونسمع أراءكم ونسمع كمان كل تصوراتكم لأن هذا المعنى معنى مهم في حياتنا ونسمع أراءكم وتصوراتكم على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها رسائلكم وتفضل جسر موصول بنا على الدوام نسمع منكم وكمان تسمعوا مننا وناخد أول سؤال من عندنا النهاردة السيدة ممحمد من القاهرة تتفضل ممحمد سيدة ممحمد أين يا ذهبتي تحاول تكلمنا مرتان يا ممحمد أستاذ آية تتفضل أستاذ آية أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيخ أنا دلوقتي جوزي قاعد ما بيشتغلش وأنا قاعد معي في قلب البيت هو دلوقتي مثلاً والده سيب له بيت هو بينم جر قديم بينم مثلاً 1500 جنيه وبعدين حضرتك 1500 جنيه دولت أنا بدفع منهم مية وكهرباء وقهرباء وقلاج الحماية العلشة البيت بتاعها حماية طيب والده بتاع العلاج وأنابيب والدروس لعيال أنا معي أولد وبنت طيب حضرتك دلوقتي معلش أنا أسها حضرتك دلوقتي هو كمان بيجيب صغيره من 1500 جنيه دولت أنا اللي بيبقى بمشي نفسي به بالعافية يعني بالعافية بالعافية حضرتك أنا أنا بقول له اشتغل مش عايز اشتغل يقول لي هو أنا عايشتي كده لو مش عاجبك ايه مش بقول لي بقول لي لو مش عاجبك ايه مش راح عنده أمي وأمي بتقول لي تعالي تعالي بس انت لوحدك ما تجيبهش عيالي طيب إنت عايزة أنك إنت عايزة أنك أكلمه أستاذ آية أنا عايزة أدخل أي سلس حتى أنا أشتغل بس هو مش راجب بقول لي لأ يعني أنا حضرتك عايزة أقول لك والله العظيم سلسة أنا بروح عنده أجوز عشان هيك وكل صباح بيصعب عليك ربنا 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 عليك ويحفظك ويحفظ وصورتك أنا أكلمه دلوقتي يا أستاذ آية بص يا سيدي أخذ اللي أنا أقوله دلوقتي وسمعه له بص يا سيدي أنت ممكن تكون متصور أن الشغل ده أتمهانة للناس أنا عايزة أقول لك حاجة الشغل هو جزء من مفهوم الرجولة فالرجل يكتسب ويسعى رسول اللي يسعى الله سلم قال للرجل لما أرشده أنه يروح يشتغل وما يمدش إيده لحد قال له هذا خيره لك من أن تأتي المسألة نقطة سوداء في وجهك أنا عايز أقول لك أنت ممكن النقطة السوداء دي ما تجيش عشان أنت اللي سألت لكن ممكن النقطة السوداء دي تيجي في وجهك عشان أنت تركت اللي بيرعاهم يسألوا الناس يعني كل وجع هيحصل في قلب أولادك أو كل أزمة أو كل فتنة أو كل موقف وأزمة تتعرض له مراتك هيبقى نقطة سوداء في وجهك عارف ليه؟ لأن كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي فأنت مسؤول عن رعيتك كونك شايف أن أنت بدل دخلت 1500 جنيه أنت كده خلاص ما حدش طالب منك أكتر من كده لأن دوات اللي تقدر عليه وانت ابن عز والشغل دوات زل لا الشغل من زل الشغل كرامة الشغل كرامة لأن الشغل ده اللي هيدخلك في قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله وعملكم أنت عايز تبقى عبد صالح مقبل على الله وعارف يعني عبودية وعارف يعني إيه رجولة لازم تشتغل طب لو ما اشتغلتش أنت فتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ عشان إيه؟ عشان حمل المصلين بس أن هم يطيل عليهم في الصلاة طب وانت بتحمل أولادك وبتحمل مراتك أن هم يمد قديهم مش دي فتنة برضو مش دي برضو أسوأ مش إيه؟ مش دي أنانية وعلى فكرة والظلم وظهومات يوم القيامة فاتق الله في أولادك مش تخسر حاجة على فكرة أنت لو خرجت واشتغلت ربنا سبحانه وتعالى هيقضي في قلبك نور تجد حياتك تتسع وتجد الأشياء اللي كانت صعبة عليك بقت سهلة وتجد الإنسان اللي يبقى سعيد بدل ما أنت مضطر تشوف نظرة الدي ونظرة الشكوى ونظرة عدم الرضا ونظرة السخط عليك وعلى أفعالك من زوجتك ومن أولادك يأخي الشغل اشتغل عشان اللي بيشتغل ده بيحس بمدد ربنا بيحس بدعم ربنا بيحس بكرم ربنا لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير هتشوف رزق ربنا ازاي ونور ربنا ازاي وانت مبتشتغلش انت زي مكنش عندك مانع من موانع الكسب لو انت قاعد كده انت للأسف بتضيع نعمة ربنا عليك وهي نعمة الصحة ونعمة الفراغ فاتق الله واشتغل اشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يحب اهل العمل ولذلك قال الذين امنوا وعملوا الصالحات فاشتغل عشان ما تفتنش اهلك وما تفتنش اولادك نعم معنا السيدة محمود تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بله سلام عليكم عليكم السلام عليكم بس يعني اطمع بس ان حذلك يا محمود سيدة محمود ممكن بس يتواطر التلفزيون وتسمعيني من التلفون حادث حادث وتفضلي بسرعة يا حاجة محمود ان زوجي تواصل من ثلاث شهور الله يرحم تفضلي اواضي في الشقة ما تمشيش اه اربع شهور وعشر ايام طيب ممكن علي هذا الامر طيب انا انا كبيرة في السن انا عادت في السستين طيب اجاوب طيب اجاوب على حضرتك يا حاجة محمود واقولك تعملي ايه حاجة محمود انت مطالبة بس ان انت تباتي في ايه البيت اللي توفى عنك زوجك وما تسفريش لكن ممكن تخرجي تقضي حاجتك وتزور اولاد بس ترجعي وتباتي في البيت اللي انت فيه ده الاربعة اشهر وعشرة لكن ما تسفريش لكن مش معنى كده ان انت تحبسي في البيت وما تخرجيش لا المطلوب منك ان انت تباتي في البيت ده وما تسفريش وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل زوج حضرتك في الجنات ويجعل قلبك ان شاء الله في حفظه وفي امنه ويجعلك ان شاء الله في لطفه على الدوان يا سادة فاصل ونرجع تاني نتلقى اسئلتكم المباركة ونظل في مجلس العلم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معانا اسئلتكم المباركة ونتلقى سؤال امور رتال من الشرقية امور رتال علوش عاي وعليكم السؤال ورحمة الله وبركاته انا لو سمحت انا ما عايز اسأل حضرتك على حاجة بسيطة اتفضلي انا متجوزة بقالي 8 سنين ووالدي متوفي واني عندي 5 سنين اخواتي بيعملوني الطريقة بصراحة مش قادرة وطفالك عاملة ازاي متجوزوني بوجه ديش غزبا عني مش بقراكسي واني معايا دلوقتي اربع بنات انت متجوزة من 8 سنين ومعاكي اربع بنات معايا او مخلفت بنتي بقالها يجيش عهرين ام انا مجيباهم ورابعب يعني هو مكانش عايزني انني يعني اخد يعني استراحة بين المولودة والتانية لا حايا اخد طيب وبعدين يا بنتي وبقالي 8 سنين مجوزة ما شفتش يوم راحة ولا يوم عادي في حياتي بيعملني بقى صوب اهنا وعارف ودايما يقول لي لو مش عاكبك روحي بتأهلكه وعارف ان اهل اثنين علي واني مش هقدر اروح فاني صراحة بقول لتشيط مش عارف عملية فكرت كذا مرة لا حاولي ولا قوة إلا بني بفكر في بنات لا ما تسبيش ولا حاجة انا اقولك تعملي ايه دلوقتي اقولك تعملي ايه اول حاجة يا مورتال لازم بعد كده انا عارف طبعا يبدو يبدو ان انتي خلفت لاربع بنات وراء بعض دولة لانه كل شوية عايز ولد عايز ولد عايز ولد عايز ولد فانتي خلفت لاربع بنات واحنا ما عندناش اي شيء علمي يقول ان المرأة هي المسؤولة عن نوع الولد وحتى الابحاث في الاغلبة بتقول ان الكلام ده مش منها فمسألة ومسألة ان الاسرار على ان الواحد عنده ولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشخص اللي يخلف ثلاثة من البنات فيحسن تأديبهن وتربيةاتهن يكون حجابا له من النار فيعني انتو عندكم سبب من اسباب دخول الجنة يعني ببشرة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فانتو عندكم نعمة يعني عندكم نعمة اللي يجب ان انتو تشكروا ربنا عليها الاربع بنات اللي عندكم دول فانت لازم تشكروا ربنا على النعمة دي فاول حاجة بقولها لحضرتك ايها الزوج الكريم اتق الله واشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة البنات البنات تربيتهم في غاية الجمال وفي غاية اللطف وفي غاية الساعة ورزقهم واسع والله سبحانه وتعالى بيكرم معهم جدا 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 الحاجة التانية اللي عايزة اقولها لك بقى انت دلوقتي عندك امرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل لك باب من أبواب الساعة والبركة ان انت تحن عليها وتعطف عليها وتجعلها في أمانك وتحقق وصية حضرة النبي على أفضل ما يكون استوصب النساء خير عندك كنز في البيت عشان تعمل وصية حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكون موصف بإنك كريم فما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم فانت عندك فرصة ان ربنا يعملك من باب الكرم يوسع عليك ويحسن إليك لكن ان انت تهدد مرادك دي لحمك ودمك انت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى فان انت كل شوية تدخل عليها الفزع والخوف رسول الله سلم قال ان ليس من أخلاق المسلم أن يفزع أخاه فانت مش من أخلاق المسلمين ان انت تخوف زوجتك ولا ترعبها ولا تفضل تهددها دا مش من أخلاق ولا من محسن الأخلاق فيا سيدي اتق الله في الأخ خالص مش هقولك ان المجتمع هيذمك لو انك انت أزيتها ولا أسيت عليها انت عندك حد لو انك انت أزيته حضرة النبي عيكون خصيمك واذا أكرمته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عتكون في جواره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاق ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يا أخي هتزهد في ان انت تكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هتزهد يا سيدي في الخلل ربنا ما ليه لك بيتك بيه فيا سيدي اتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة اتق الله في أولادك وبلاش كفاياها كده كفاياها خلفة على كده وخليك مع الله سبحانه وتعالى وشوف بقى هتربوا الأولاد الأولاد اللي هم نعمة من ربنا البنات دولة اللي هم نعمة من ربنا ازاي هتخليهم تعليهم أحسن تعليم وتخليهم باب من أبواب دخولك للجنة يلا توقل على الله وطيب خطر زوجتك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك ويطيب خطرك ويجعل ده باب من أبواب الاقبال على الله سبحانه وتعالى وعبادة ربنا ست مراتك دي دي محراب أعبد ربنا فيه ولادك دولة دي نعمة اطلب وصع الرزق بأنك أنت تحسن إليهم ولئن شكرتم لأزيد أنكم ربنا إن شاء الله يبارك لك والبنات دولة هيبقوا سندك وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم باب من أبواب الخير والساعة عليك إن شاء الله السيدة محمود تتفضل سلام عليكم عليكم السلام عليكم زي حضرتك يفضل الشيخ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله رب العالمين دايما يا رب بسأل حضرتك زوجي ساب شائتين وبعدين الأولاد معي تلت بنات وولد هو اللي كان عايز يعمل وصية يدي شقة للولد ويسيب الشقة التانية بالتلت بنات بس ما عملش كده فأنا أذكرتهم بكده وهم شاهدين قالوا لا بس ما عملش أنا كنت شغالة معا يعني أنا وهو موظفين وشقة عمرين احنا اللي اتنين بس أنا ما ما خد يعني هو ونعم الزوج ما كانش بيعرضني لأي شيء كان ايه كل حاجة يكتبها باسمه فالمراس مكتوب باسمه الشقتين أنا طبعا يعني عوزي من المكلمة أنا قلت لهم بالتراضي بينكم فهم رافضوا فهل أنا لو وصيت بالمراس بتاعي من جزء منه أن أنا أكتب وصية لابني يعني هما لما لقوني قلت لهم خلاص حد نصيبي لابني عشان ايه يبقى اللي باقي عليه مبلغ بسيط يدهو لكم طيب ورافضوا فهل أنا لو وصيت قالوا لا لا بعد عمر طويل بيك نبقى نبيعه فهل أنا لو كتبت له وصية أنه هو بعد ما ماتي ياخد الورث بتاعي هل فيها اسم علي أجاوب على حضرتك بسي بس الأول خالص حجب محمود بسي حجب محمود أنت عايزة تكتب وصية لابنك تنفذ فيها رغبة زوجك بأن أنت تدي له نصيبك اللي هيفضل عندك تدي له نصيبك كله فتكتبه له كأنك هتكتبه له كل تركتك يعني يعني أولا ده يتمن استني بس لا 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 ساعتها ساعتها هتكتبه له التمن إنه هو طبعا وحيد وما فيش هو الصغير يا أمو محمود أيوه أنت عايزة تكتبه له بيع وشرة وإنت عايشة ولا عايزة تكتبه له وصية بعد الوفاة ما هم مش عايزين يبيعه لما لقوني قلت حد ما تبيعه يا حجة قالوا مش هنبيع يا حجة أنت عايزة تكتبه له نصيبك وإنت عايشة ولا عايزة تكتبه له نصيبك وصية لما تتوفي ربنا يديك طولة العمر مع حسن العمل ربنا يبرك في حضرتك والله الأقل أفضل إيه يا حضرت الشيخ طيب أنا أجاوب على حضرتك بس يا ستي أولا الوصية دي بدل هم ما أقروش بيها مش واجب عليهم إنه هم ينفزوها وهم بيقولوا إحنا ما سمعناش الوصية دي وحتى لو سمعوها ما تنفعش الوصية تتقسم بيها كل التركة لكن الوصية هتنفذ في حدود التلت بس مش هتنفذ في كل الإيه في كل التركة وهتبقى في حدود التلت أما اللي أنت بتقولي عليه ده الأولى عشان نخرج من المنازعة إن أنت لو عايزة تتصرفي تتصرفي في حياتك لأن أنت ده التمن بتاعك ده لو كان كل تركتك يعني كل اللي هتوريسي هو التمن ده مش هتنفذ في الزراسية غير في التلت بس التلت التمن ده بس فأنت لو عايزة تتصرفي هل من حقك أن أنت تتصرفي في نصيبك من الشائتين اللي سابهم زوجك وتدي نصيبك ده لابنك اللي هو الصغير اللي محتاج تكميل التعليم وكده من حقك لأن ده تصرف في حال الحياة والتسوية ما بين الأولاد في العطية ليست واجبة ليست واجبة ليه؟ لأن الشخص كامل التصرف اللي مش محكور عليه واللي هو عنده سعة آه يجوز له أنه تصرف وإن كان الأولى أنه يسوي ما بين الأولاده لكن أنت لو عملت كده هل ده هتكوني ظالمة وخاصة أنه ابنك عندك معنى مختلف عن بقية بناتك مش عشان هو الولد لكن هو عشان عنده معنى أنه محتاج أنه ينفق عليه في تعليمه وعنده احتياج أكتر آه ينفع أن أنت تكتبيله توهبيله في حياة عينك وده جائز وخاصة أنه عنده معنى إضافة يمكن أن أنت تعملي ده علشان تجبري الأشياء اللي هو ما حصلهاش في حياة والده نعم أستاذة هودة تتفضل زي حضرتك يا شيخنا وقالسين أنه نحن بنزيجة مع ليش وقالسين بتساعدوني يعني ده باب من أبواب فضل الله سبحانه وتعالى ربنا جزيك خير يا رب تفضلي يا أستاذة هودة هو بس كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للفوائد البنكية على الشهادات أنا معرفش أنه فيه فوائد بنكية على الشهادات دي مش فوائد عندي لا طب أو الريع بقى الريع أصدك الريع والعاق يعني لو إحنا حاتين حاج وربنا ما أردتش السنة دي قدمت فأنت حطاهم في حساب جاري ولا استثماري ولا حطاهم لا جاري شلتهم من الشهادات وحطتهم على الحساب بيجيب عائد يعني بسرعة هم بيجيبوا عائد بس أنا بأخدهم يبقى خلاص ده حساب استثماري لا ما بأخدهمش يعني بأخدهم أديهم لناس إن يكونوا محتاجينهم لكن أنا ما بصرفش منهم فين سؤالك يا حاجة هودة أنا دلوقتي بالنسبة للفوائد دي لو أنا بديتها لحد وتصدقت بيها ده كده كويس ولا أنا بأعمل حاجة غلط بص يا حاجة هودة وخليكي معاي بص يا حاجة هودة سمعني الفلوس دي الفلوس دي ما لهاش علاقة بالربا خالص الفلوس دي ما لهاش علاقة بالربا من قبيل ولا من دمير هذه الأموال حلال وهذا ريع أنت حطت الفلوس والبنك استثمر لك فلوسك دي واللي هو بيدولك ده ريع ريع يعني إيه يعني عائد يبقى ده حلال تاخد الفلوس أنت تصري فيها تاخد الفلوس تحجي بيها يعني تاخد العائد ده ده عائد حلال وليس فيه مشكلة يعني الفلوس اللي بتجيلي جديد تروحي تاخديها وتحجي بيها ده حلال وليس فيه شبهة تعايزة بقى تاخد الفلوس إذا كنت عتحجي بيها فأنت عايزة تصري فيها تديها الناس يوسعوا على نفسهم أو تديها صدقة طبعا جائز وليس فيه شيء لأن إداع المال في البنك والريع العائد على هذا الإداع من الريع العائد على إداع هذا المال في البنك ده حلال يجوز لك أن تتصرف فيه كيف ما شئت واضح يا حجهودة ربنا يخليك يا شفنا وقتر ألف سيرة ومدعل في ميزان حسناتك يا رب ربنا يرضى عنك شكرا لحضرتك عفوا عفوا يا حجهودة بص يا سادة احنا النهاردة تكلمنا في موضوع ارجو ان انتوا تفكروا فيه تفكروا فيه بعناية بعناية ليه؟ لأن كتير قوي من الناس أولادهم بيتعاملوا معاهم بقسوة ليه؟ لأن هما كانوا محتاجين حنان وملأهوش وكتير من الناس بيتعاملوا على أن هما محتاجين حد يسدلوا محتياج كان عندهم فبيقوا في فتن كتير وبيقوا في مشكلات كتير الحقيقة أنا اعتقادي اللي تعلمتوا من الكتاب والسنة أن ربنا سبحانه وتعالى خلقني وأنا غارق في نعمته فأنا لو حد قال لي أنت فاهم الاحتياج يعني إيه؟ أنا فاهم الاحتياج هو جذب إلى الله إن أنا مخلوق مجذوب إلى الله يعني متعلق بالله دايماً بنظر إن سيدي هو اللي بيغنيني فاحتياجي اللي عندي ده مش معناه إن ربنا بخل علي بشيء الاحتياج اللي عندي ده معناه إن ربنا خلى فيه صفة تجعني دايماً عبد تجعني دايماً فقير إليه تجعني دايماً محتاج إليه فما حدش يقدر يبتزني ولا حد يقدر يتلاعب باحتياجاتي إن احتياجاتي جزء من صفاتي اللي بتخليني أقف على باب الله وناظر لنعمته وناظر إلا أني لا يمكن أستغنى عنه أليس الله بكاف عبده فأنا على الدوام عبد وأنا أبداً لا خايف من احتياجاتي ولا احتياجاتي عبق علي لإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكفيني وهو الذي رزقني فجعلني في غنى عما سواه وأجذبني إلي باحتياجاتي فاللهم إني أسألك أن تجعني في رشد حتى أدير ما أودعته في من احتياجات لكي أكون دائماً من أهل الطاعات ومن أهل شكر الهبات يا رب العالمين يا كريم اجعني دائماً من الطائعين الراشدين الشاكلين لك والحامدين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة